بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو رئيس الوزراء أستاذ مصطفى القاسم أصحاب جلالة والفخامة والصمو والمعالي شكرا لكم أمد أن أعلم وأن سعادتي لمشاركتي اليوم في مؤتمر دعم العراق في بغداد نيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفخامة السيد الرئيس الدكتور رئيسي رئيس الجمهورية فهذا المؤتمر بمشاركة دول المنطقة يُعكِّد على مسائي وجهود جمهورية الإراق في توفير مجالات التآذن والتآتي بين دول المنطقة وأتمنى في ذل هذه الاجتماعات أن نتوسَّل إلى منطقة آمرة ومتنامية وهرَّة أيها الهدور الكرام إن الأراق يلعب اليوم دوراً حاماً بفعل الجهود فالجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من أول دول المنطقة التي اعترفت بالإراق الجديد وأملت من خلال دعم السياقات وأمليات السياسية في هذه البلاد على تدوير أنواع التبادل السياسي والاقتصادي والتجاري معها إن الإراق الجديد المتحرر من الإرحاب في الحال الحاضر بحاجة إلى إعادة الإئمار وتدئيم الأمور المحلية وكذا تنمية علاقات التآذن في المنطقة لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تدأم آمن واستقلال ووحدة أرازي الإراق وإزته وقطرته ورفع مكانته الإقليمية والدولية تؤلن استعدادها لتنمية أوجه التآون الثنائي والإقليمي لقد وصل أنواع التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الإراق على مدى السنوات الماضية إلى أكثر من ثلاثمائة مليار دولار وتوفر ثمان ممرات عبور رسمية ونشط بين البلدين وإستمرار شتى أنواع التبادل التجاري عبر هذه الممرات رقم تفشیف فيروس كورونا تؤبر عن الترابط المتجزر الاقتصادي وقد صاهمت إيران عبر تسدير الخدمات الفنية والهندسية والقاز والكهربا بشكل ملحوظ في تنمية الألاقات الاقتصادية والتجارية مع الإراق أيها الحضور الكرام إن نشوء الدائش كانت من جملة أهم المخاطر التي تأرزت إليها المنطقة مما تركت خسائر لا تؤوز ومالأسف تزرر الإراق كثيرا بفعل ظهور الجماعات الإرهابية فإن لم تكن الإرادة الشعبية الإراقية ودعم المرجعية الرشيدة وتقارب أبناء المجتمع ومختلف شرائع الشعب الإراقي متاحة لم يكن يُعرف يُعرف ماذا إِلّلُّ بِالْإِرَاقِ وَبُلْدَانِ الْمَنْتَقَةِ وَإِلَى أَيَّ مَدَى تَتَأَرَّزُ الْمَنْتَقَةِ وَالْآلَمْ إِلَى التَّحْدِيدَاتِ الْمُبَاشِرَةِ مِنْ قِبَلِ تِيَارَاتِ الْإِرْهَابِيَّةِ إن جمهورية الإسلامية سارأت لمد يد العون إلى الإراق الشقيق والصديق على مسار مكافحة الإرحاب ولم تدخّر جهدًا في هذا السبيل كما أن الشعب الإراقي والأحزاب ومختلف الفئات والتیارات والمؤسسات الإراقية وإذن الحكومة الإراقية قدموا آلاف الشهداء على طريق الاستقلال ومكافحة الإرحاب ورق ذلك ارتكبت الحكومة الامريكية جريمةً كبرة بإختيال الشهدين المكافحين لجبهة الإرحاب التكفيري مهندس رحمت الله عليه على هذا فإن الأمریکيين لا يجلب السلام والآمن لشعوب المنطقة فحسب إنما كانوا الآمن الرئيس للإنفلاط الأمن واللاآمن حيث يمكن رؤيت و استشعار هذا الموضوع في كثير من دول المنطقة به كل جلال و هنا أرغب أن أشدد على دور و دعم دول المنطقة لإستقرار وإمن الإراق و أخص بذكر تحقیق الأمن بمشاركة كافة الدول الجارة للإراق بما فيها الجمهورية العربية السورية الشقيقة والصديقة أيها المشاركون الأعضاء إن مسير وحكومات وشعوب المنطقة على زوء الوشائج الدينية والثقافية والتقليدية والجغرافية والتاريخية المشتركة مرتبطتون به بعدها البعث فالجمهورية الإسلامية كانت ولا زالت تؤكد على تحقیق السلام دوماً عبر الحبار والتباحث الداخلی الإقليمي وتتمنى أن تسل دول المنطقة إلى قناة مشتركة على إن الآمن لا يستطبو إلا عبر الثق المتبادل بين دول المنطقة بعضها بعضاً والاعتماد على القدرات الوطنية والتعزيز الاتصالات وحسن الجوار بين بلدان المنطقة وأدم تدخل الدول الأجنبية فيها فهذه القناة المشتركة يمكن أن تمحد المجال للكثير من علاقات التعاون السياسي والمشتركة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر وكذلك ما يتعلق بقراراتها الخاصة بشأنها المهلي ومنها خروج القوات الأسكرية والأجنبية وإقامة الانتخابات المبكرة وترحب ثانية بالدور البناء لهذه البلاد في إشاءة ثقافة الحبار وعلاقات التعاون الإقليمي وتعتبر بأن أوجه التعاون الإقليمي فيما بين دولها هي ركيزة بناء السلام وإستقرار والإستقرار في هذا المسار لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال التأكيد على الدور الحام لبلدان المنطقة أعلنت لدفع هذا الأهداف والقايات إلى الأمام وفي الخطام كما يسر من بقداد الجدید في إيران كد على أن إيران تنتهجو في سياستها الخارجية الجدید سياسة متوازنة وفائلة ووائية تعتمد أولویاتها على تنمية العلاقات مع جيرانها والإقليم وتشده بدفع أيدي جيرانها مرة ثانية أتقدم بالشكر الجزيل للحكومة الإراقية لاستزافة هذه المؤتمر متمنياً كل النجاح والرفأة للحكومة الإراقية والشعب الإراقي الشقيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته